اشتركوا في القناة ولأنهم قوم ماديون كان لابد من معجزة حسية لا تقبل الجدال ولا النقاش معجزة إحياء الموتى فالإنسان لا يبقى حيا فقط بأسباب الحياة ولكن بإرادة مسبب الحياة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه بجزء من هذه البقرة المذبوحة فإن الله سيبعثه حيا ويخبركم عن قاتله فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخبرهم عن قاتله كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة فمن أحيا نفسا واحدة قادر على إحياء جميع الأنفس للجزاء والحساب ويريكم يا بني إسرائيل معجزاته الدال على كمال قدرته تعالى لكي تتفكروا بعقولكم فتمتنعوا عن معاصيه الأمر الإله دائما يكون في قدرة المكلف ما لم يتعنت ويكثر السؤال قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فقال الله تعالى اضربوه ببعضها وذلك تيسيرا على بني إسرائيل أي جزء يجدي وعلينا أيضا ألا نتكلف في التفسير فنسأل بأي جزء ضرب القتيل بلسانها أم بفخدها فالتعيين لا يفيد هذه الآية الكريمة واحدة من خمس آيات من آيات إحياء الموتى في صورة البقرة ويريكم آياته لعلكم تعقلون رغم أن ظاهر الخطاب موجه للمعاندين من بني إسرائيل إلا أنه أيضا موجه لكل كافر وجاحت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم رغم وجود دلاء نبوته في القرآن والإنجيل والطوراة جزاكم الله خيرا